السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحلام لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر القرس وتختاروا كلمة كل أو أول عشان يوصلكم تنبيه بكل فيديو أن أزله ولو كنتم مشتركين ما تنسوش كالعادة لايك وتعليق أنا مبسط جدا بكل تعليقاتكم وزي ما شايفين بشارككم اليوم طريقة الفلافل أو الطعمية بالفول المقروش ويلا سوى نشوف الطريقة في البداية زي ما شايفين معي كوب فول مقروش هذا الفول خلاص منقوع أنا أمس الليل غسلته كويس ونقعته بالماء وخليته لين اليوم الظهر هذا الآن بعد ما صفيته من الماء والضروري جدا أنه الفول ينتقع كويس بقي حز الخضرة معي حزمة كبيرة من البقدونس وحزمة صغيرة كبزرة أعواد من الفوم الأخضر وأعواد من البصل الأخضر بوصلهم كويس وبقطعهم وخلاص بيصوروا جاهزين أني أطحنهم مع الفول المقروش وعشان أطحن المكونات هذه بدون ما أضيف ولا قطرة ماء لازم أستخدم محضرة الطعام أنا في معايا محضرة طعام صغيرة باستخدمها بتوفي بالغرض أهم شيء أنه ما بحتاج أني أضيف ولا أي قطرة ماء حين بضيف شوية من الخضرة وشوية من الفول وبطحن إذا مش متوفرة معاكم محضرة الطعام ببساطة استخدموا الفرامة اليدوية افرموا كل المقادير مع بعض مرة واحدة وبعدين ارقاوا وافرموها مرة ثانية شوفوا معايا لسه الخليط خشن فأنا برجع كمان أطحنه لين ما ينعم معايا وبدون ما أضيف ولا قطرة ماء ركزوا ما أضيفوا أي قطرة ماء شوفوا الآن خلاص صار معايا نعم طبعا لكم الحرية إما أنكم تسووا زي ما الآن أنا سويت خلطت الفول مع الخضار وبصب فيه الوعاء وبطحن أو زي ما سويت بالبداية شوية فول شوية خضرة وطحنت وبكمل أطحن باقي الكمية بنفس الطريقة بعد ما أخلص طحن بضيف شوية ملح على حسب الرغبة شوية كمون ممكن تستغنوا عنه وبخلط كويس شوفوا كيف صار معايا الخليط متماسك ما يحتاج إلى إضافة الدقيق وبالتالي ما بيحتاج إني أضيف بيكينج بودر بالأخير بتطلع معايا فلافل ناشفة من الزيت بدون أي قطرة ماء بدون دقيق بدون بيكينج بودر طبعا الزيت عندي على النار يسخن إذا موجودة عندكم آلة الفلافل أو الطعمية بيكون القلي أسهل أنا بشكلهم بيدي عادي بشيل شوية من العقينة بكويرها بيدي واضغط عليها وأحطها في الزيت وأول ما يبدأوا يحمروا الحبات اللي حطيتهم أولا بقلبهم وأشيلهم من الزيت وبستنى لما يحمروا باقي الفلافل وبشيلهم من الزيت وحطهم على ورق مطبخ وبقلب الباقي بنفس الطريقة حين بوريكم أحلى صوص بالنسبة لي مع الطعمية بحط بوعاء ملعقتين كبيرة حينة بضيف ملعقة خل أو عصرة نص ليمونة طبعا كمية الصوص أنتم بتتحكموا فيها حابين تكثروا الكمية كثروا المقادير حابين تقللوا الكمية قللوا المقادير بضيف الآن زبادي وبضيف للملعقتين الطحينة ثلاث ملعق زبادي إذا حابين تكثروا ما فيش مشكلة كثروا زي ما عارفين ما فيش مقادير ثابتة للحقة هذه إذا حابين أنكم تحتفظوا بنكهة الطحينة يعني تكون قوية قللوا لكمية الزبادي وإذا حابين أنكم تخلوا النكهة بس نكهة بسيطة كثروا زبادي يعني إضافة الزبادي على حسب الرغبة وممكن حتى تستغنوا عنه أنا ساعات كثيرة بسوي نفس هذا الصوص من غير زبادي بسوي شوية ماء الآن زي ما شايفين بضيف الملعقة الثالثة من الزبادي وفص ثوم كبير مهروس وبخلط كويس وبضيف رشة الملح كآخر خطوة وبكذا يكون معايا الصوص جاهز مع شوية زيت سيتون لو حابين الطعم روعة خلاص الآن يجي وقت التقديم سويت السندويتشات بالبيت بترك لكم الرابط بصندوق الوصف قليلة شيبس طحنت فلفل الحار فلفل أحمر وقطعت سلطة مكونة من كوبش وخيار جزر وهذه الفلفل أو الطعمية بطريقة أمي الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية شوفوا كيف لسه الدخان بيطلع من داخلها والطعم موصف لكم مش لازم تقربوها بتمنى يا رب تعقبكم الطريقة وتقربوها بس لنا أراكم بالتعليقات ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله ومع السلامة